في تعميم جديد أعلن البنك المركزي أنه على كل مصرف أن يكون حسابا خارجيا حرا من أي التزامات لدى مراسله في الخارج لا يقول في أي وقت عن 3% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبية لديه كما هي في 30 من أيلول 2022 التعميم ما هو إلا تعديل للتعميم السابق 154 حين طلب مصرف لبنان تحت عنوان الإجراءات الاستثنائية لإعادة تفعيل عمل المصارف العاملة في لبنان في 27 أب 2020 من المصارف أن تكون حسابات خارجية حرة من أي التزامات لدى المصارف المراسلة في الخارج لا تقل في أي وقت عن 3% من مجموع الودائع الأجنبية لديها كما هي في 31 تموز 2020 اللافت في التعميم الأساسي قبل عامين والتعديل في تعديل اليوم أنه قبل عامين وضع مصرف لبنان مهلة للمصارف بتطبيق هذا الإجراء بعد خمسة أشهر من صدور التعميم واعتمد تاريخا محددا لاحتساب حجم الودائع اليوم ومع تعديل تاريخ احتساب حجم الودائع كما باتت عليه بعد عامين ومع تقلصها بفعل الليلة المستمرة خفض المصرف المركزي من النسبة الجديدة التي باتت مترتبة على المصارف تكوينها في المصارف المراسلة اللافت أيضا في تعديل اليوم أنه خلافا للتعميم السابق الذي وضع مهلة للمصارف بتطبيق التعميم ترك المركزي المهلة مفتوحة أمام المصارف مهلة تشير مصادر مطلعة للجديد أنه لم يتم الالتزام بها قبل عامين من الأساس أدم شمس الدين قناة الجديد